بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج فتاوى ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح السلام عليكم الشيخ صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبرك الله فيكم وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وعبر الرسائل النصية فقط 05-01-785-536 بداية بارك الله فيكم هذا يسأل عن تفسير قول الله تعالى في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منها عاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث يعني القرآن الكريم فهو أحسن الحديث وأصدق الحديث وخير الحديث أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث فالقرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل أمين الوحي عليه الصلاة والسلام وجبريل ألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد بلغه لأمته هذا هو سند القرآن عن محمد عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى والقرآن هو أحسن الحديث لأنه كلام الله سبحانه وتعالى أحسن الحديث نعم الله نزل أحسن الحديث كتابا القرآن كتاب متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن والجودة والصدق فالقرآن كله متشابه من هذا الوجه كله متشابه وكله محكم بمعنى أنه متقن وكل القرآن محكم وبعضه محكم وبعضه متشابه بمعنى أن المحكم القرآن المحكم هذا يتضح معناه من اللغة من اللغة التي نزل بها هي اللغة العربية وكله محكم أي متقن كله متشابه يعني كله يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق والكمال وبعضه محكم وبعضه متشابه والمحكم هو الذي يظهر معناه يظهر معناه من اللغة العربية التي نزل بها والمتشابه هو الذي لا يظهر معناه إلا بضمه إلى المحكم فالمحكم يفسر المتشابه نعم نعم بارك الله فيكم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر يعني تخاف تخاف منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فحينما تسمع الوعد والوعيد وذكر العذاب وذكر النار تقشعر الجلود من هذا الوعيد ولكنها تطمئن بعد ذلك بذكر الله وتألفه وتحبه وتعمل به نعم طيب في قوله تعالى وَمَنْ يُظْلِلِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ نعم في الآية الأخرى مَنْ يُظْلِلِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُظِلِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذي انتقام فالهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى فعلى المسلم يسأل الله الهداية والله نزل علينا في سورة الفاتحة التي نقرأها لكل ركعة من صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لنقرأها في كل ركعة من صلاتنا وفيها هذا الدعاء العظيم الذي نسأل الله به أن يهدينا وأن لا يضلنا والله جل وعلا قريب مجيب هو الذي شرع لنا هذا وهو الذي يجيبنا سبحانه وتعالى نعم أحسن الله ليكم سؤاله الآخر يقول ما الحكمة من قسم الله عز وجل في قوله تعالى والتين والزيتون وطور السينين الله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك وأما الخالق جل وعلا فإنه يقسم من خلقه بما شاء ولا يقسم إلا بشيء عظيم له سر فالله أقسم بالتين وهو نوع من الفاكه والزيتون كذلك لما لهاتين لما لهذين النوعين من الفوائد العظيمة وما فيهما من السر الإله العظيم نعم بارك الله فيكم أبو مشعد من الرياض يقول كنت أقرأ القرآن وحافظ القرآن الكريم ولكن لظروف الصحية والعملية تفلت بعض تفلتت بعض الآيات فهل أنا آثم بذلك لا تأثم بذلك ولكنك خاسر تخسر هذا القرآن الذي حفظته ونسيته فأليك أن تراجعه أن تراجعه وتستعيده نعم أحسن الله إليكم أنتقل إلى أبو محمد من الرياض يسأل عن شرح حديث وبيان فوائده عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا تطروني لا تغلو في مدحي كما غلت النصارى في مدح المسيح حتى قالوا إنه هو الله وبعضهم يقول هو ابن الله والبعض الثالث يقول هو رسول الله وهذا هو الحق وهذا هو الصحيح نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله هذا سائل آخر يسأل عن حكم وهل هي واجب صلاة الاستسقى وماذا نقول وما الحكمة من قلب الرداء بعد الدعاء صلاة الاستسقى سنة مؤكدة وبعض العلماء يرى أنها فرض كفاية إذا أجدب إذا أجدبت الأرض وقحط المطر فإن المسلمين يستسقون يطلبون من الله أن يسقيهم الغيث والله جل وعلا قريب مجيب والحكمة في قلب الرداء أي أنهم يطلبون من الله أن يغير حالهم إلى ما هو أحسن كما غيروا قلب الرداء نعم أحسن الله ليكم هذا السائل يسأل في الحديث عن أبي مسعود الأنصار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري نعم هذا الحديث صحيح وله معنايا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وهذا معناه الذنب أن الذي ليس عنده حياء فإنه يصنع ما شاء من الأمور السيئة والأمور القبيحة إذا لم يكن فيه حياء وهذا فيه فضل الحياء النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء قال الحياء شعبة من الإيمان والمعنى الثاني إذا لم تستحي أي إذا لم يكن في الأمر الذي تريده ليس فيه ملامة ولا مذمة فافعله نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله هذا أبو مشعل يقول كيف يكون الدعاء راد للقضاء والقدر هو من القضاء والقدر الدعاء من القضاء والقدر فتدفع القدر بالقدر نعم بارك الله فيكم عبد الله من جدة يقول لي زميل في العمل وله بعض الأمور التي مخلة في الدين ولكن عندما أطلب منه أن يتركها يقول هذا من قدر الله سبحانه وتعالى علي ومقدر علي وأنا في بطن أمي ما الحكمة من ذلك؟ هذا كلام باطل لا يحتج بالقدر على المعاصي لا يحتج بالقدر على المعاصي وإنما يحتج بالقدر على المصائب وأما المعاصي فالاحتجاج بالقدر عليها احتجاج باطل الله جل وعلا بين لك الخير من الشر ووضح لك الأمور وأمرك ونهاك فالواجب أن تمتثي الأوامر الله ونواهيه تبتعد عن المعاصي وتكفر من الحسنات وهذا بمقدورك هذا بمقدورك تقدر عليه نعم أحسن الله وليكم وأثابكم الله هذا يسأل بارك الله فيكم يقول في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة كيف يكون المؤمنون إخوة وهم مختلفون في مذاهبهم وفي أمور أخرى المؤمنون إخوة في الإيمان أخوة في الإيمان أخوة إيمانية والأخوة في الإيمان أقوى من الأخوة في النسب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وفي الحديث المسلم وأخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه بحسب إمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم نعم ثابكم الله هذا يسأل ويقول رجل يقرأ القرآن وسلم عليه رجل آخر هل الأفضل بأن يرد عليه السلام أو ينتظر القاري حتى يكمل الآيات الأفضل أن يرد عليه السلام ويعود لقراءة القرآن يجمع بين الحسنين نعم سؤال الآخر هل يجب علي حفظ الأحاديث وتطبيقها يجب عليك تحفظ ما تحتاج إليه من الأحاديث وتعمل به نعم يقول بارك الله فيكم سائل آخر هل يلزم الأذان في بداية الوقت خاصة إذا كنت في البر وهل يجب أن يكون في الرحلات إمام في كل الفروض نعم الأذان ولو كنت وحدك تؤذن إذا حان الوقت وتصلي وتحصل على الأجر من الله سبحانه الله يعجب من الراعي الله يعجب من الراعي في الشضية من الجبل يؤذن ويصلي في الوقت نعم بارك الله في سؤاله الآخر يقول هل الأفضل جمع وقصر الصلاة تقديما أم تأخيرا خاصة إذا كنت في طريق حسب الحاجة وحسب الأرفق إذا كان الأرفق بك جمع التقديم تقدم إذا كان الأرفق بك جمع التأخير تؤخر نعم سائل آخر يقول هل المساهمة في بناء مرافق للمسجد كبيت الإمام والمؤذن مثلا داخل في حكم فضل بناء المساجد نعم هذا من من بناء المساجد ومرافقها بناء مرافق المسجد مثل بناء المسجد في الأجر نعم أحسن الله عليكم من الجبال محمد يسأل ويقول بارك الله فيكم بعض الشباب هداهم الله يرفع صوته على والديه فبماذا توجهون هؤلاء وهل العقوق كبيرة من كبائر الذنوب وهل لابد للعاق أن يتوب نعم العقوق كبيرة من كبائر الذنوب لأن حق الوالدين جاء في القرآن وفي الكتاب وفي السنة بعد حق الله سبحانه وتعالى لأن أعظم محسن إليك من الخلق بعد الله جل وعلا هم والدك فالله قرن حقه ما بحقه وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هذا يسأل ويقول حصل بيني وبين أخي خلاف فحلفت أربعة أيمان ألا أكلمه وأنا الآن نادم على ذلك فهل أكفر أربع كفرات أم كفارة واحدة تكفر كفارة واحدة وتكفي لأن الكفارات في هذا تتداخل وتكفي كفارة واحدة لليمين بارك الله فيكم هذه أم محمد إذا كانت على شيء واحد نعم إذا كانت الأيمان على شيء واحد أما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة فكل يمين له كفارة أم محمد تقول في رمضان الماضي كنت حامل والآن أرضع الطفل فكيف أقضي الصيام وماذا أعمل إذا كان الصيام لا يضركي أو يضر الطفل الذي ترضعينه فإنه يجب عليك القضاء يجب عليك القضاء حالا مبادرة أما إذا كان الصيام يضركي وأنت ترضعين أو يضر الطفل فإنك تؤجلينه إلى وقت آخر نعم بارك الله فيكم هذا يسأل يقول هل إدراك التشاهد الأخير من أي فرض يأخذ المر أجر الجماعة وهل تحسب له جماعة الصحيح إنه لا تدرك الجماعة إلا بيدراك ركعة كاملة ولكن إذا جئت وهم في التشاهد تدخل معهم لتنال أجر المتابعة لا أجر الجماعة يقول أثناء توجهي إلى الصلاة أصلي والقلب غافل فلا يوجد خشوع فما هو السبب وما هو الحل أفيدون أحسن الله إليكم السبب من قبلك حاول الإقبال على صلاتك وتذكر عظمة الله الذي أنت واقف بين يديه تذكر قدر الصلاة ومكانتها وهذا يعينك على حضور القلب بإذن الله يقول سائل آخر لي جيران يؤذونني كثيرا وأحاول دائما الإحسان إليهم ولكن أجد القسوة وإنهم يرون هذا الإحسان مني ضعفا وخوفا فماذا أفعل استمر على حق الجار أدا حق الجيران ولو آذوك أن تأد الحق الذي عليك وهم يتحملون ما عليهم يقول سائل آخر ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة الأخرى هذا نظر الفجأة إذا وقع نظرك على امرأة أو شيء من الأسرار فعليك أن تغض بصرك ولا تواصل النظر فإن النظرة الأولى الفجائية معفو عنها فإذا أتبعت النظرة النظرة فإن الله يؤخذك على ذلك هذا الأخسعد من الدمام يقول لدينا صندوق للعائلة تدفع منه معونات للزواج وكذلك يقرض منه للمحتاج سؤالي هل تجب إخراج الزكاة في هذا الصندوق؟ لا مدام أنه معد لهذا الغرض فإنه لا زكاة فيه نعم هذا أبو سعود يقول علي صيام شهرين متتاليين فهل يلزم الصيام من بداية الشهر أي من يوم واحد بداية الشهر أو من أي يوم مع حساب ستين يوما بالعدد أنت مخير ثم من أول يوم أو من وسط الشهر أو من آخره أنت مخير في هذا نعم طيب بالنسبة للمرة يعني يعتريها العذر الشرعي هل تتوقف وبعد ذلك تستمر؟ نعم إذا جاءها العذر الشرعي فلا تصوم لأنه لا يصح صيام الحائط ولا إذا جال عنها واغتسلت فإنها تصوم نعم هذه السائلة سائل يقول من مات ولم يعتمر ولم يحج هل عليه شيء؟ نعم يحج عنه ويعتمر من ماله مقدم على الحقوق حج عنه ويعتمر من ماله بأن يناب عنه من يحج ويعتمر عنه وتدفع له تكاليف الحج والعمرة من تركة الميت نعم مصطفى مقيم في المملكة يقول أرغب في أداء عمره عن الوالدين هل يجوز إشراك الأب والأم في عمرة واحدة؟ لا النسك لا يكون إلا عن واحد فالحج لا يكون إلا عن واحد والعمرة لا تكون إلا عن واحد بعض الناس في الصلاة السرية يقرأ ويسمع من حوله ويشوش عليهم وحتى تشاهد الأخير كيفية القراءة في الصلاة السرية كيف تكون؟ تكون بين العبد وبين نفسه بحيث لا يؤثر على من حوله لا يؤثر على من حوله من نائم أو قارئ أو متحدث فيقرأ ويجهر بحيث لا ينتقل صوته إلى من حوله ويؤثر عليهم هذا المستمع والمشاهد سعد يقول حلفت لا أعطي ابني مصروف لمدة شهر ثم أعطيتهم ما هي الكفارة؟ كفارة اليمين عم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع أو ثلث الصاع هذا الكفارة اليمين هذا الأخ سهيل من اليمن يقول علي يديو والذي لا يجد الكفارة المالية فإنه الذي لا يجد الكفارة المالية فإنه يصوم ثلاثة أيام يصوم ثلاثة أيام هذا سهيل من اليمن يقول علي ديون وعندي نية الحج السنة المقبلة بإذن الله هل يصح الحج أو يلزمني السداد لجميع ديون ثم حج إذا كان عندك مال يسدد الديون ويكفي للحج فإنك تهج لأنك حفظت لأصحاب الحقوق حقوقهم ولا يؤثر هذا على وفاء الدين أما إذا كان المال ضيقا ولا يتسع للحج ولقضاء الديون فإنك تقدم قضاء الديون نعم هذا السأل يقول في صلاة الكشوف أو الخشوف إذا دخل المأموم مع الإمام وقد فاتته أول ركعة كيف طريقة القضاء أم يكتفي بما أدركه مع الإمام لا ما يكتفي بما أدركه مع الإمام إذا سلم الإمام يقوم ويقضي الركعة التي فاتته إما على صفتها وإما بركعها بالركوع والسجود فقط أحسن الله ليكم هذا أحمد من الخرج يقول ما معنى قول الله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين هذا في بدر هذا في وقعة بدر قد كانت لكم آية في فئتين التقطة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين فالكفار كانوا ألفا كانوا ألفا بينما المسلمون كانوا ثلاثمائة ثلاثمائة فقط ومع هذا تغلب المسلمون على الكفار في وقعة بدر نعم أحسن الله ليكم هذا يقول أنا علي ضائق مالية وعندي ظروف عائلية جدا جدا وأنتظر الفرج من الله عز وجل هل أنا مثاب على ذلك وهل انتظار الفرج فيه عبادة نعم فيه إن شاء الله عبادة إذا رجوت ربك يسرك وانتظرت من الله الفرج فهذا عبادة نعم يقول برك الله فيكم سائل آخر أريد أن أسأل عن حكم هذه الصيغة اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك لا يصلح هذا فيما أعلم لا يصلح هذا فيما أعلم نعم أثابكم الله هذا السائل يقول هل يجوز للرجال لبس الأساور المصنوعة من الجلد لا يجوز للرجال أن يلبسوا الأساور لأن الأساور من خصائص النساء نعم والدي لا يعدلان في التعامل بيننا ويصل إلى الظلم وفي أوقات يتعبني ظلمهما فأدعو عليهما فهل علي شيء عليك أن تصبر عليك أن تصبر وأن لا تدعو على والديك نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله هل يجوز لبنتي أن تسلم على جدي وهل يصير جدا لها نعم جدك جد لأولادك الذكور وإناث نعم أثابكم الله يسأل بارك الله فيكم محمد من القصيم عن كفالة اليتيم وإذا كان اليتيم خارج المملكة هل يجوز ذلك والتواصل معه عن طريق البنك فقط هذا لا تثق به لا تثق باليتيم الذي لا تراه ولا تعرفه واليتام موجودين في المملكة تجدهم في المملكة والحمد لله نعم أحسن الله إليكم نختم هذه الحلقة بهذا السؤال السائلة تقول زوجي هداه الله لا يصلي ولدي منه خمسة أبناء وأنا معلمة وراتبي أكثر من راتبه وينتهي راتبه قبل نهاية الشهر فيضطر أن يأخذ مني إلا أنني أرفض لأنه سوف يصرفه على أمور لا تخص الدين فما هو توجيهكم هل أنا مخطئة ومقصرة معه أولا لا يجوز لك البقاء مع شخص لا يصلي يترك الصلاة متعمدا لا يجوز لك أن تبقى لا استمرأة له لأنك انفصلت عنه بحكم أنه لا يصلي متعمدا ترك الصلاة متعمدا وأصر على ذلك نعم جزاك الله خير يا شيخ صالح وبرك الله فيك وفي علمك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاة وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعونا أحسن كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الفتن لمكره إنه سميع مجيب الدعاء نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته